دشنا اليوم بصنع مشروع دراسة التحليل المؤسسي لدوان عام وزارة التعليم الفني والتدريب المهني واللقاء التعريفي لأعضاء الفريق وفي حفل التدشين أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني دكتور عبد الرزاق الأشول أكد أهمية هذا المشروع في تحليل الوضع الراهن للوزارة وفق رؤية تحليلية واضحة وشاملة على مستوى الوحدات التنظيمية وتحديد نقاط القوة والضعف وكذا العوامل المؤثرة في مختلف مكونات البيئة الداخلية والخارجية للخروج برؤية واضحة لعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدمها للمجتمع وصولا إلى خلق بيئة تفاعلية مع سوق العمل والقطاع الخاص